استقبل صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد المكتوم نائب حاكم دبي معالي عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد استعرض السمو هو الزياني مسيرة المجلس والانجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تأكيد دولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا على دعم مسيرة المجلس الذي وصفه سموه بالمظلة الواقية التي تحمي مقدرات ومكتسبات دوله وشعوبه على مختلف الصعود وقال السمو إنه قدرنا جميعا كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم والدكتور الزياني جدول أعمال القمة السابعة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر